نروح لموضوعات حديث القاهرة موسم الحج هذا العام بنوعدكم بتفاصيل أكتر موجودة عندنا في الفقرة النهاردة لأنه يستاهل الفقرة الحوارية دايما حضراتكم شايفين لأول مرة نسمع ونشوف أخبار علينا درجات الحرارة لا تحتمل عدة 51.8 من 10 يعني تقريبا 52 مشاهد كبيرة جداً للمأساة اللي كان بيعيشها ناس كتير قوي يدلقوا المي على وش بعض مش قادرين يقدوا باقي المناسك كل الحاجات دي كانت وطبعاً مع العدد الكبير جداً مليون وتمنمائة ألف حاج السنة دي دخلوا الحاج فتصوروا أن منهم مليون وستمائة ألف من خارج المملكة العربية السعودية كل الناس دي استقبلتهم السعودية طبعاً من هذه الصور اللي حضراتكم شايفينها قدامكم للعدد الكبير لصور أخرى كانت أن في أعمال سحر موجودة في جبل عرفات الناس راح تثبت أعمال سحر موجودة هناك أعمال سحر يا مؤمن في جبل عرفات إزاي يعني أنت رايح تدخل في رحمة ربنا ولا رايح تخرج من رحمة ربنا يعني طبعاً الصور دي منتشرة بشكل كبير جداً من المصادر السعودية ما أخدناش أي تأكدات ولا حتى نفي لكن طبعاً في أحد الأئمة اللي كان متواجد في السعودية قال أنا مشوفتش حاجة من دول وعيب علينا أن احنا نختلق حاجة من دي علشان التشكيك في قدسية هذه المشاعر المقدسة اللي احنا بنعيشها في السعودية وطبعاً هو عنده حق ودي كلها صور متدولة اللي موجود بس إذا كان الموضوع مفتعل للدرجات دي يبقى ليه السنة دي بس اللي طلعت الحاجات دي طبعاً عدد الوفيات اللي كانوا موجودين في السعودية السنة دي كبير جداً على السبب المذكور لها السنة دي في السنين اللي فاتتوا تحديداً من سنتين ثلاثة شفنا إن فيه أعداد كبيرة جداً من الوفيات نتيجة التدافع الكبير اللي كان موجود وتوفى فيها أكتر من ألفين شخص لكن كانت تدافع وممارسات لكن المرة دي أكتر من ألف مية وسبعين حاج يتوفوا نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة وإن معظم اللي تم يعني الحالات اللي تم رصدها من حالات الوفيات دي وخلينا نقول إن دا كان خبر مخزي ومؤلم إن دول كانوا داخلين المملكة بشكل غير شرعي يعني من كل النداءات اللي احنا بنعملها على مدار الأيام اللي فاتت وكل الإعلانات اللي عاملها السعودية وكل المنشدات من الجهات المصرية الناس برضو راحوا بتأشيرة زيارة ووسقت في وعود شركات السياحة النصابة اللي احنا أعلننا عنها وراح يتلحج فلما راحوا هناك ملقوا شئتوا بيسات إنها تنقلهم فاضطروا يمشوا من 12 ل 15 كيلو متر في الشمس درجة حرارة 52 متصورين؟ ضربات الشمس ممكن تبقى عاملة إزاي؟ الله يرحم اللي توفى فيهم هناك لكن من الحادث ده مصر قررت إنها تقف علشان تحط النقط فوق الحروف فكان في مجلس وخلية أزمة الحجاج عشان نعرف إيه اللي حصل بالزبط خلية دي بتضم كل كبار المسؤولين يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باجتماعات خاصة وده طبعا بتكليف من السيد الرئيس فيها وزير الخارجية وزير الأوقاف وزير الصحة والسكان وزير الداخلية وزيرة التضامن الاجتماعي وزير الطيران المدني وزير السياحة والأثار ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج كل دول كانوا موجودين في الاجتماع عشان يقولولنا إيه اللي حصل بالزبط وطبعا بعد كده طلعوا بيان حقرنا كلنا وشفنا إن أهم حاجة لو سمحتوا لو كان في عندكم أي حد مازال عنده شخص مفقود يتصل على أرقام الطوارئ المعلنة اللي حضراتكم شايفينها دي وزارة الداخلية وزارة الخارجية كمان هتاخد كل الإجراءات المعنية علشان تقولولكم أخبارهم إيه وإن شاء الله يرجعوا سالمين المفقودين لسه عندنا أمل فيه